بباقية فقراتنا على اليوم يا سمر وين رح نروح على آخر فقرة لليوم يا سالي يعتبر موضوع العناية بيئة البشرة أهم الموضيع للسيدات بشكل إجمالي فكل سيدة تسعى دوما إلى التمتع ببشرة نظرة وصافية لتتألق بها على غيرها من السيدات ونظرا لاختلاف طرق العناية بيئة البشرة وعن الآخرين معنا بيئة للسيديو همسك ريامي سعد صباحك سعد صباحك حبيبتي سعد صباح الجميع أهلا وسهلا فيك همسك بداية دائما الصبية والشبس يطلعون على المراية يهمون يكون هيك وجه ننظيف خالي من الشوائب ما عندهم بطور أو حبوب خلينا نحكي أول ما يفيه هيك الشخص شوال خطوات اللي لازم يتبعي غسل وجه كيف؟ أول شي أنا بهمني دائما وبيحكي عنه العناية اليومية نحنا عنايتنا اليومية كتير مهمة بأنه نستخدم الملك المناسب والطنك المناسب للبشرة صباح ومساء وأنا دائما بقول أهم شي الترتيب للبشرة أنه إحنا دائما نرتب بشرتنا طبعا كل هذا الشي شي ناسب كل بشرة وبشرتها بالنسبة للترتيب مو بس خارجي وداخلي يعني أنه نحنا نشرب مي كفاية ثمين كاسات باليوم على الأقل وأهم أهم شي إنه نحنا ما نطلع بدون منحط واقي شمسي صيفا شتاءا لأنه الناس دائما بتقلي أنه منحطه بالشتاء طبعا منحطه بالصيف وبالشتاء وبالنسبة هاي للعناية اليومية عنا ممارسة الرياضة كتير منيحة لمدة 45 دقيقة النوم الكافي لمدة 7 ساعات هذا كلها يعطو كتير بيأثر على البشرة هنسا كريم كأخصائية بشرة ممكن نعرف نحنا أنواع البشرة أنواع البشرات عنا البشرة الطبيعية وهي أجمل البشرات اللي هي بيكون مسامة صغيرة ومثل بشرة الطفل وعنا البشرة الدهنية الزيتية وعنا البشرة الحساسة اللي بتعاني دائما من عروق وردية وهي كتير هاي البشرة بتعاني بالصيف وبالشتاء من الشمس بتعاني وبتعاني من درجة الحرارة الباردة والهوى فهي أكتر البشرات الصعبة عنا البشرة الجافة اللي دائما لازم دائما عندها جفاف مستمر والبشرة المختلطة المركبة اللي هي بين تيج بمنطقة التيزون مسامة فتوحة ومزيتة وعند الخدود وأطراف الوجه طبيعية أو جافة نعم يعني عدة أمور يمكن بيتساءل عنا الشخص حتى الحبوب الداخلية اللي كنا عم نحكي أنا وياكي عنا تحت الهوى رح تجعوا بينا عليها انتي همثة أنه هيدا الحبوب الداخلية قداش مزعجة وممكن تمسك الوجه أو الجبين مثلا وبتطلع بفترات معينة طيب هيدا كيف مثلا فينا نعالجها كيف فينا نخليها تنفر شوي لابرة على القليلة لا تبطلت وجعه للواحد طبيعية هلأ بدي أقل لك شغلة هذا الموضوع بيكون المفروض أنه يروح عن طبيب والطبيب يشوف شو أنواع هي مو بشعكة البشرة هي لا هي بتكون أحيانا داخلية أو عندك انتي سن المراهقة هون بيكون في تغييرات بهرمونات الجسم فهون أنا بفضل أنه يروح عن طبيب هو بيعرف شو العلاج اللي لازم يتبع طيب إذا من نعرف همسة شو طرق العناية بالبشرة كل بشرة مثلا إذا بشرتي أنا مختلطة يعني فيني حط ماسك مثلا هو للبشرة الدهنية بالإرنة اللي مثلا الجافة كيف أنتي تنصحي؟ لا هلأ عنا البشرة المختلطة مثلا أنا عندي منطقة تيزون مسام مفتوح ومزيته هون بحط تونيك هو قابض للمسام وبرتب بشرتي إذا كانت طبيعية من الطرف على الخدود أو جافة برتبها بمرتب مثل الشيابتر، الكولاجين، هيك شي يعني نعم يعني في حال كانت البشرة مختلطة مثل ما حكيتي أنه كل منطقة حسب التانية، خلينا نحكي عن سوء استخدام مستحضرات الترجميل أو ممكن مثلا في أنواع بردويمة ما بتواتي البشرة على واقعات هاي للأسف الأخطاء الشائعة يعني بتيجي مثلا صبية بشرتها جافة بتروح بتستخدم شغلات بتجفف بشرتها أكتر والنفس الشي البشرة الدهنية بتلاقيها بتحط مرتف فيه وزيوت هذا الشي ما بيناسبة فأهم شي نحن نعرف شو المستحضرات اللي لازم نعرف أول شي شو نوع بشرتنا بعدين نستخدم المستحضرات على حسب نوع البشرة طبعنا الأهم ساكل صبية بالبيت أو كل سيدة بتحب تعطيني ببشرتها بس بالمواد الموجودة بالبيت عندها ممكن ناخد خلطة بتناسب أغلب البشرات وخلطة موجودة بكل بيت ايه هلا في أنا كتير هذا الماسك دائما بحكي عنه بفضله لأنه بيناسب كل البشرات إجمالا هو عبارة عن خميرة البيرة وعن عصير الليمون وعن ماء الزهر وإذا كانت البشرة دهنية مزيتة منعوض عنها بماء الورد بدي بس نوه لهذا الموضوع لأنه الأخطاء الشائعة اللي بتقول أنه ماء الورد كتير منيح للبشرة وبيسكر المثام هو ينفع للبشرة الدهنية المزيتة وما بينفع مثلا للبشرة الجافة أو البشرة الطبيعية لأنه بنشفة فهذا الماسك كتير إله فوائد رح نحكي عن فوائد خميرة البيرة فوائد خميرة البيرة فزيعة هي بوتوكس طبيعي قابض مسام بتوحد لون البشرة كيف مستخدمه مشان لكل عمين؟ ايه اوكي منحط معلقتين كبار خميرة بيرة هي بتيجي حبيبات مع معلقتين عصير الليمون مع معلقتين ماء الزهر أو ماء الورد بنخلطه منيح ومنحطه تقريبا مدة عشرين دقيقة وهذا الماسك أنا فضل إنه كمان حطه لدائر العين لأنه منيح لدائر العين بيعمل تفتيح ومنيح للتجاعد غير إنه كمان الليمون هو فيتامين سي وقابض مسام وبيعالج بيعمل تجعنص بألوان البشرة اللي كتير ناس بتعاني منا والكلف والنمش والتصبغات وعلى عمل الحبوب وبنفس الوقت خميرة البيرة بتعطي نصاحها للوجه فكتير أنا بنصح فيه همسة إذا مننا نعرف إنه كمان فيه ماسك بيقولوا مثلا القهوة حطوا القهوة مع الزبدة زبدة وعصرة ليمون وسكر هيك شرعيك بهذا الماسك أنا أنا ضدهاي لا ما بنصح لأنه أنا بيجوني البنات شايفين مئة ماسك وكل واحدة عم بتحط كل البشرة بيناسب الشيء قبل ما نعمل أي شيء أنا دائما بنصح البنات قبل ما تعملوا أي شيء عاملوا سرش عن ميت ولا يعني النت ما عدت خلى الواحد إنه ما يعرف شيء بس لا تحطي على وشك كل رفقتي إجيت مبارح عملي الماسك طلع بجنن إجيت حطيته أنا بتلاقي وشها أب وكذا اللي بيناسب رفقتك وبشرة طمع بيناسب أنا حبيته لهذا تبع خميرتي لبي رائع أول شيء كتير رائع أمانو كمان مكلفلة كل حدا بيقدر يعملوا يعني بس قداش المدة دون حط الماسك يعني؟ أنا قلتلك 20 دقيقة طيب وياللي مثلا بيحط فوق العشرين دقيقة إنه بياخد ما إلو أي فائدة بعد العشرين دقيقة يعني إنه أنا كلمة أنا زودت الوقت إني رح أستفيد أكتر لا 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 هذا الحكي أبداً ما نوصحي هو أي ماسك ما نحطه على الوجه من خمستعاش لعشرين دقيقة من خمستعاش لعشرين دقيقة؟ إذا كان متيني؟ بالأسبوع مرة ولا مرتين؟ بالأسبوع مرة بالأسبوع مرة كتير رائع هلنا يواصبوا عليه بالأسبوع مرة وهذا شيء كتير ممتاز كتير من الصبايا عم يشتكوا المسام عندهم مكتوحة بتكون فكتير هذا عم بيأثر على شكل بشرتهم حتى يعني ملفت للنظر عم بيصير هذا الشيء موضوع المسام صح ممكن تحكي لنا عن المسام شو علاجه شو الأسباب إنه هيك عم بيطلعوا؟ أهم الشيء أهم الشيء إنه الصبية بتحط ميكياج وبتنام لا بتنظف وجه ولا شيء عشان نحن نعمل المسام صغير استخدام التونيك أو التونر أو اللوسيون أو اللوشن لعنا عطيتك كل الأسماء لأنه بيسألوني شو الفرق بينها؟ كله هو نفس الشيء لأنه التونيك هو قابض مسام وبنفس الوقت عنا الليمون إذا كتير عندهم مسام واسع وعندهم إفرازات دهنية كتير أنا دائماً بقل لهم عصير الليمون بنكاشة اللودان بطريقة الطبطبة بمكان منطقة التيزوم محل المسام المفتوح لمدة ثلاث يام كل فترة وفترة عاملة كمان هو قابض مسام بيصغر مسام الوجه نعم وأهم شيء أهم شيء إنه نحنا ما ننام ونحنا على وجهنا المكياج وممنطفين وجهنا هذا أهم شيء نعم يمكن دائماً الشغلات الطبيعية هي اللي بتكون بالصدارة وينصحوا فيها خبراء التجميل والبشرة يمكن تغني عن السيرومات اللي فيها مواد حافظة لا السيرومات شيء تاني السيروم دائماً بيكون مغزي فيه فيتامين سي تنصح بالسيرومات ما عليك خلينا ننوه اي منيح السيروم طبعاً بنصح فيه لأنه هو مغزي بعدين بينفع أكتر شيء البشرة اللي بتعاني الدهنية المزيتة فالسيروم بتحطه وما بيعمل لها طبقة الزيت طيب همسة إذا حناعرف الماسك الضوئي كتير منتشر كل صبيعة بتحكي فيه شو فوائده شو أضرار الماسك الضوئي وشو هو بالضبط ممكن نصلت الدوع على هالموضوع هلأ بالنسبة للماسك الضوئي كتير عم بفيدنا بزات بجلسات البشرة العلاجية يعني أول شيء هو بيشد البشرة بيسكر المسام بعد جلسة التنظيف في عندنا ثلاث إضاءات أساسيات الأحمر والأخضر والأزرق كل ضوء له وظيفة وإلو علاج ممكن ننوح على الوظائف الوظائف وظيفة الضوء الأزرق بيعالج حب الشباب والإفرازات الدهنية وعندنا الضوء الأخضر بيعالج الكلف والنمش والتسبغات وعلام الحبوب وعندنا الضوء الأحمر هو بيعالج البشرة الحساسة اللي عندها العروق الوردية اللي منقلة الكوبيروز وبجدد الخلايا البشرة التالفة غير إنه هو بيحفز الكولاجين ومتل ما حكيت لك بيسكر مسام هذا استخدامه مدة من حتى نستفيد من 20 دقيقة ل30 دقيقة وإذا كان لنا بالبيت كعلاج نحن نستخدمه لحالنا بالبيت بيكون كتير ممتاز شكراً كتير لعائلك همسة يعني نصائح كتير قدمت لنا ياها وأيضاً إن شاء الله تكون حققت الإفادة لجميع العمية شوفنا بدنا نتشكرك كتير وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية نحكي نصائح أيضاً معلومات كمان جديدة بتفيد لك إن شاء الله نتشكرك كتير همسة على معلوماتك القيمة وبالتوفيق شكراً لكم أهلاً وسهلاً شكراً كتير